إلى موضوع آخر أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين انخفاضا في توتر مع الصين لكنه عبر مجددا عن قلق حيال تايوان مشيرا إلى محاولات بكين عزل الجزيرة التي تعتبرها الحكومة الصينية جزءا من أراضيها ولافتا إلى سلسلة من المناورات العسكرية هذا ويتوجه بلينكين إلى بكين بداية فبراير وفقا لمسؤول أمريكي وهي أول زيارة بهذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفها الجمهوري مايك بومبيو عام 2018 هذا وقد اتفق الرئيسان لأمريكي جو بايدن والصيني تشي جينبينغ على هذه الزيارة على هامش قمة في اندونيسيا في نوفمبر الماضي